بعد يوم من صمت انتخابي عاشته تونس بدأت عملية التصويت على مسودة الدصور الجديد في البلاد الذي رأى فيه المنتقدون تقويضاً للديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 على عكس المؤيدين الذين قالوا أن هذا الدصور الجديد يعد تصحيحاً لمسار الثورة فها هو الرئيس قيس سعيد وبعد التصويت على الدصور الجديد قال إن هذا اليوم يمثل أساساً لجمهورية تونسية جديدة لعدة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي اليوم سنقطع إن شاء الله مع هذا التاريخ الذي عشناه لمدة عقود وأدى إلى تهاوي الدولة وإلى تهاوي المرافق العمومية وأدى أيضاً إلى مزيد التنكيل بالشعب التونسي الدصور الجديد لتونس وسعت فيه صلاحيات من تعيين الحكومة والقضاء والتقليص النفوذ السابق للبرلمان كما لم يتضمن بنوداً لقالة الرئيس خلافاً لما جاء في دصور عام 2014 لا بل وفق قواعد الرئيس سعيد ليست هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدصور الجديد وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية دون ذكر ما سيحدث في حال رفضه من الناخبين الأمر الذي أثار المخاوف من قبل الطرف الآخر وعلى رأسهم حزب النهضة الرافض لهذا الدصور جملة وتفصيل منظمات حقوقية دولية كهيوم الرايس ووش والعفو الدولية حذرت من دصور تونسي جديد يقوض حقوق الإنسان في البلاد وهو ما يفسر حالة التوافق والخلاف التي تعيشها تونس عشية السفتاء التونسيين على دصور جديد للبلاد وسط وجود إشارات ودلائل بحسب المراقبين بأن المشروع سيمر لكن بثمن باهف قد يكلف البلاد العودة إلى ما قبل ثورة عام 2011 أو ما سمي حينها بثورة الياسمين